بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه وسلم عدنا إليكم أعزائي الطلاب في درس ممتع جدا تكملا للدرس أشباه الموصلات المعالجة كانت معكم الأستاذة العنود الهملان كان عندنا مهمة آدائية وهو جدول المقارنة بين أشباه الموصلات من النوع N وأشباه الموصلات من النوع B من حيث إلكترونات التكافؤ ومثال حاملات الشحنة وشكل البلورة أشباه الموصلات من النوع N إلكترونات التكافؤ فيها كم؟ إذا كانت من النوع N إذن هي ذرات مانحة إذن إلكترونات التكافؤ أحسنتم خمسة طيب وأشباه الموصلات من النوع B هي مستقبلة إذا كانت مستقبلة إذن كم الإلكترونات يعني تبغى زيادة أحسنتم يكون عندك ثلاثة طيب عطوني أمثلة أمثلة على أشباه الموصلات من النوع N اللي تكون إلكتروناتها خماسية أحسنتم مثل عندنا الزرنيخ طيب وأشباه الموصلات من النوع B اللي تتستقبل إلكتروناتها فقط ثلاثة وتبغى زيادة أحسنتم عندنا الجاليوم طيب من هي حاملات الشحنة في أشباه الموصلات N اللي تتحمل الشحنة عندها خمسة إلكترونات إذن من هي؟ هي عبارة عن الإلكترونات أحسنتم طيب المستقبلة إذن راح تستقبل إلكترون من هي حاملات الشحنة؟ أعزائي الطلاب ممتاز رائعين اليوم أنتم اللي هي الفجوات طيب نبغى نشوف شكل البلورة لما يكون عندنا إلكترونات التكابل خمسة مثل عندنا الزرنيخ كيف تكون شكل البلورة فيها؟ أحسنتم يكون عندنا مجموعة من السيليكون S.I ويكون في الوسط اللي هو الزرنيخ ويكون عنده فائد من الإلكترونات الخماسية التي تسهم في إعطاء الذرات الأخرى طيب وشكل البلورة فيه النوع البي أحسنتم مثل عندنا عندنا هنا البلورة فيها تكون في فجوة زائدة اللي هي في الجاليوم يكون الإلكترونات التكافأ لها ثلاثية فهي تستقبل تريد إلكترونات حتى يسقط في هذه الفجوة وتنتقل من أشباه الموصلات إلى الموصلات أحسنتم نرجع مع بعض بسرعة ماذا تناولنا في الدرس السابق أحسنتم تناولنا أشباه الموصلات وقلنا أن أشباه الموصلات هي عبارة عن نوعين أشباه الموصلات تكون نوعين إما عندنا ال-N وهي عبارة عن أشباه الموصلات من النوع ال-N اللي تسمى ذرات مانحة وتكون حاملة تشرحنا فيها إلكترونات وعندنا أشباه موصلات من النوع ال-B وهي تكون ذرات مستقبلة ويكون حاملات الشحنة فيها الفجوات وأخذنا مقدمة بسيطة عن تطبيقات أشباه الموصلات وذكرنا عندنا اللي هي مقيس الضوء وكذلك المجسات الحرارية اليوم بناخد بالتفصيل ما المقصود بالمجسات الحرارية المجسات الحرارية كما تشاهدون في هذه الصورة هي مجموعة من أدوات الإلكترونية وهذه الأدوات الإلكترونية لا يخلو أي جهاز عصري حديث من تراكيب هذه الأشباه الموصلات فيها وبالتالي لما نجي نبغى نوصفها نقول هي أجهزة هي فعلا أجهزة وهذه الأجهزة تعتمد تركيبها على شبه موصل ويكون شبه الموصل يعتمد اعتماد كبير طالما أنه شبه موصل وأشباه الموصلات دائما تعتمد على ماذا؟ أحسنتم على درجة الحرارة إذن تعتمد اعتماد كبير على درجة الحرارة ومقاومتها تريد تقاوم اللي هو دخول الإلكترونات أو الذرات بداخلها حتى تنتج لنا الحرارة وبالتالي توصل لنا التيار الكهربائي عندنا بعض الأجهزة التي تعتمد على المجسات الحرارية مثل عندنا اللي هم قياس الحرارة فهو يكون نأخذ درجة الحرارة فقط بالأشعاء بحيث أن نوجهها على الجسم المراد قياس درجة حرارته بدون لمسة فقط يشعر بالحرارة ويعطي قيمة الناتج وأيضا هنا عندنا مثل الكاميرات الفوتوغرافية التي تشعر بوجود الأشخاص أو الصورة التي تريد تصورها تظهر هنا بالمجسات الحرارية مجرد بحرارة الكائن الموجود أمامها تتكون عندنا هذه الصورة طيب هنا عندنا سؤال تقييم مرحلي على ماذا تعتمد مقاومة الكهربائية لأجهزة شبه الموصل ها المقاومة الكهربائية هل تعتمد على درجة الحرارة؟ أم على شكل المقاومة الكهربائية؟ أم على حجم المقاومة الكهربائية؟ أم لون المقاومة الكهربائية؟ بارك الله فيك عزيزي الطالب إذا تعتمد اعتماد كبير على درجة الحرارة أحسنتم إذن هنا ما هي استخدامات المجسات الحرارية؟ تستخدم مجسات الحرارية في نطاق واسع وخاصة عندنا الآن في أزمة الكورونا أحسنتم إذن تستخدم أول شيء في مقياس درجة الحرارة اثنين أيضا الكشف عن التغيرات في درجة الحرارة لمكونات الدائرة الكهربائية إذن فقط ليس مقياس درجة الحرارة للأشخاص حتى للدائرة الكهربائية لما يكون عندنا التيار عالي أو الجهد عالي إذن هنا نستخدم فيها المجسات الحرارية حتى تقيس لنا درجة الحرارة في الدائرة الكهربائية حتى لا يسبب لنا أي تلف في هذه الدائرة الكهربائية أيضا تستخدم في الكشف عن موجات الراديو والأشعة تحت الحمراء وغيرها من أنواع الإشعاع أي إشعاع إذن عندنا بعض الأجهزة التي تستخدم مجرد عندك الكاميرات المراقبة كاميرات المراقبة مجرد أي شخص يمر أمامها تقعد تتبعه كيف تتتبعه؟ إذن لوجود درجة أو طاقة حرارية عالية في جسم الكائن أمامها وبالتالي هي حساسة مجسات حرارية إذن هي حساسة لوجود هذه الحرارة وبالتالي تلتقط جميع الأجسام المتحركة من خلالها طيب هنا عندنا تعللي أو علل عزيزي الطالب تزداد موصلية أشباه الموصلات وتقل مقاومتها بزيادة درجة الحرارة بمعنى أنها تصبح موصليتها عالية جدا كلما زادت درجة حرارتها وكلما زادت درجة حرارتها هي صحيح أصبحت موصليتها عالية لكن المقاومة تقل إذن لماذا أحسنته لأن زيادة درجة الحرارة لأشباه الموصلات يسمح بانتقال الإلكترونات من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل وطبعاً كلما صار هناك اندفاع كبير من درجة الحرارة ساعد الإلكترونات على اكتسابها الطاقة الحركية ومن ثم تنتقل من إلكترونات التكافؤ الإلكترونات التكافؤ هنا تنتقل منها إلكترونات التكافؤ إلى إلكترونات أو في حزمة التوصيل وبالتالي هنا تقل عندنا عدد أو مقاومة الكهربائية كلما زادت موصليتها لا بد أن تكون المقاومة قليلة لأن لو زادت عندنا المقاومة في أشباه الموصلات لأصبحت عديمة التوصيل ما تصوص التيار الكهربائي نحن نبغى شيء يوصل بحيث أن تتحول أشباه الموصلات إلى الموصلات نبغى شيء يزيد حرارة أو حركة هذه الإلكترونات فماذا نعطيها؟ نعطيها حرارة إذا أعطناها حرارة قلت فيها المقاومة وبالتالي تصبح مقاومتها قليلة جدا مما يساهم في حركة الإلكترونات طيب ماذا تشاهدون أعزائي الطلاب في هذه الصورة؟ صف ما تشاهد ممتاز أحسنت نشاهد الضو نشاهد مجموعة من أشباه الموصلات أحسنت نشاهد أدوات إلكترونية صلبة إذا نشاهد العديد من هذه الصورة تفسر لنا ألوان وأشكال العديدة وهذه ما نسميها أحسنتم مقاييس الضو مقاييس الضو هذه أيضا صورة أخرى لمقاييس الضو بحيث أنك تشوف اللي هو هنا عندنا هذا مقياس للضو يعطي أنتج اللون الأصفر هذا مقياس للضو ينتج اللون الأحمر وهذا أيضا من قياس الضو أبيض وهذا أزرق وهذا أخضر على أي أساس يصنف هذه الألوان أو تخرج لنا الألوان بهذا الشكل أحسنتم يصنف على لون الأدات الإلكترونية الصلبة الموجودة بداخل هذا الجهاز إذا في عندنا أداة هذه الأدات هذه أدوات الإلكترونية تكون موجودة بداخل الجهاز إن وضع الضو الأصفر أصبح ينتج لنا ضو أصفر إن وضع الأدات الخضراء أنتج أخضر أحمر ينتج لنا أحمر إذن هنا ما هو مبدأ عمل هذه المقاييس الضوئية مبدأ عملها أيضا يعتمد على حساسيتها طبعا هي تكون من أشباه موصلات فيعتمد على حساسيتها تعتمد حساسيتها أشباه الموصلات للضو إذن مبدأ عمل مقياس الضوء يعتمد على ماذا؟ هل يعتمد على المقاومة الكهربائية؟ أم على الجهد الكهربائي؟ أم على التيار الكهربائي؟ أم على الحساسية أشباه الموصلات للضوء؟ طالما إنه اسمها مقاييس الضوء إذن فيه ارتباط بينهم أحسنت عزيز الطالب إذن يعتمد على حساسية أشباه الموصلات للضوء طيب نبقى نشوف الآن مقاييس الضوء هذه وألوانها الجميلة فيما تستخدم فيما تستخدم كما هو عندك مشاهد في هذه الصورة تلاحظون في عندنا صور للكاميرا وصور أيضا للريموت أو للأجهزة الكنترول البعيدة نلاحظ أنها إذا جيت تشغل الضوءا للكاميرا تكون عندك الشاشة الإلكترونية يظهر فيها الألوان عندك الكتابة باللون الأحمر وهنا عندك خط عندك لونه أحمر على أي أساس ظهر هذا اللون هل هو بتركيب الكاميرا؟ طبعا لا هو بتركيب المقاييس الضوئية والتي وضعت بداخلها بحيث أن كل زر يرمز لشكل معين وبالتالي يبعث الضوء المراد فيها ويستخدمونها منهم من اللي يستخدمها؟ أحسنتم يستخدمونها مهندسون إضاءة بحيث أنها تستخدم في إنارة هذه المحلات والمكاتب وأيضا حتى عندنا في المنازل تستخدم فيها مقاييس الضوء إذن المصورون الفوتوغرافيون يستخدمونها حتى في تعديل الصور واللي التقاط أفضل صورة تشوف المصور إذا رحت للستوديو وصورك يبدأ يعيد هذه الصورة مرة مرتين ثلاث إذن بإمكانه لماذا؟ لأن عندك مقاييس الضوء هذه تخلي الإضاءة فيها جدا جميلة أو عالية حتى تدخل فيه تركيب الفوتوشوب لأنه يعمل على أفضل التقاط للصور المطلوبة ننتقل أعزائي الطلاب إلى الشريحة الأخرى يقول لك هنا أزيز الطالب علل مقاومة أشباه الموصلات المعالجة تتناقص مع زيادة شدة الضوء إذن هنا في علاقة بين المقاومة وبين شدة الضوء في علاقة بينهم كلما زادت المقاومة قلت شدة الضوء وكلما قلت المقاومة زادت شدة الضوء إذن ما نوع العلاقة؟ أحسنتم رائعين علاقة عكسية طيب لماذا؟ لماذا تتناقص شدة الضوء كلما زادت المقاومة؟ لماذا؟ أحسنت عزيزي الطالب لأن الضوء يعمل على إثارة الضوء يعمل على إثارة الإلكترونات الضوء لما يسقط على هذه الإلكترونات فأنه يصطدم فيها ويحرر هذه الإلكترونات فيعمل على إثارة الإلكترونات من حزمة التكافو وينقلها إلى حزمة التوصيل أحنا أخذنا في التأثير الكهروضوئي ورأينا أن كلما أردنا تحريك هذه الإلكترونات أو تحريرها أن نسلط عليها فوتون فإذا صلطنا عليها الفوتونات إذن هنا تعمل على تحرير الإلكترونات فالضوء هذا اللي هو عبارة ضوء عبارة عن ماذا؟ فوتون إذن الضوء عبارة عن فوتون هذا الفوتون يؤثر على حركة الإلكترونات كلما زدنا تسليطة على هذه الإلكترونات أصبح من السهولة نقل الإلكترون من حزمة التكافو اللي في الأسفل هذه التكافو إلى حزمة التوصيل فيكون سهل عليها أنها ينقلها في عندنا سؤال هذا السؤال أخذت من أسئلة الاختبار المقنن في هذا الباب يقول طبعا رقم 6 في الباب السادس أي الصفوف الجدول الآتي تمثل الوصف الأفضل لأشباه موصلات السيليكون لكل من النوع N والنوع B نشوف عندنا هنا النوع N وهنا عندنا النوع B في النوع N يقول لك A معالج بالجاليوم وB إلكترونات مضافة أو C معالج بالزرنيخ أو D فجوات مضافة اختر عزيز الطالب الإجابة الصحيحة طيب هذه هي الحين اخترت خلاص خلي ببالك اختر اللي هو إجابة عندك ببالك طيب النوع B نشوف الإجابات إلكترونات مضافة أو معالج بالزرنيخ أو فجوات مضافة أو معالج بالجاليوم إذن لابد أن تربط الثنين مع بعض هل هو معالج بالجاليوم مع الإلكترونات مضافة أم إلكترونات مضافة ومعالج بالزرنيخ أو معالج بالزرنيخ النوع N وبالنوع B فجوات مضافة أو النوع N اللي هو فجوات مضافة من ثم معالج بالجاليوم أحسنت عزيز الطالب اللي هو فقرة فقرة C إذن اختيار فقرة C لأن النوع N هي عبارة عن درات مانحة والدرات المانحة لها خماسية تكافؤ ونحن نعالجها بأشباه الموصلات ونضع فيها نحن نعالجها بالشوائب ومن أفضل الشوائب لمعالجة النوع N اللي هو الزرنيخ كما أخذناه في بداية الحصة في حل المهمة الأدائية أيضا هنا من النوع B هو عبارة عن فجوات والفجوات هذه أفضل شوائب لها اللي هو الجاليوم فتعالج بوجود فجوات مضافة لأنها عبارة عن ثلاثية التكافؤ وتريد ماذا؟ تريد إلكترونات هي مستقبلة ممتاز في عندنا هنا سؤال ثلاثة السؤال ثلاثة موجود عندكم اللي هي في الكتاب يقول موصلية السليكون المعالج عندنا هنا يعالج السليكون بفلزة زرنيخ بحيث يستبدل بذرة واحدة من كل مليون ذرة السليكون ذرة زرنيخ واحدة تمنح كل ذرة زرنيخ حزمة التوصيل إلكترون واحد ما عدد الإلكترونات الحرة في كل سنتيمتر مكعب؟ هذا أي؟ يبغى عدد الإلكترونات الحرة كل سنتيمتر مكعب؟ نشوف هنا طبعاً هنا من المعطيات اللي أعطاني إياها مع عدد الإلكترانات الحرة والتي تمنحها الزرنيخ أعطاني مجموعة من الأعداد والمعطيات اللي لنستفيد في حل المسألة نجي لحل المسألة حل المسألة يبغى عدد الإلكترانات الحرة لكل سنتيمتر مكعب فإحنا شنسوي؟ نعود في القانون اللي عوضناه في الدروس السابقة عدد الإلكترانات الحرة على الأتم مضروبة في الأتم بالنسبة للأتم الزرنيخ على الأتم للسيليكون مضروبة في الأتم للسيليكون لكل سنتيمتر مكعب نجي نعوض طبعاً عدد الإلكترانات الحرة واحد بالنسبة للزرنيخ إذا واحد على واحد وبالنسبة هنا للزرنيخ واحد على السيليكون السيليكون كان فيه بحسب المعطيات واحد في عشرة والستة إذن هنا عندنا السيليكون واحد في عشرة والستة إذن نعوض بهذه القيمة توضع في المنتصف ومن ثم أضرب اللي هو في أربعة بوينت تسعة وتسعين في عشرة والسثنين وعشرين للسيليكون أتمز على سنتيمتر المكعب إذن أضربها في هذا الناتج ومن ثم أختصر الأشياء المتشابهة إذن هنا عندنا الأتم تروح مع الأتم وهنا أيضاً الأتمز تروح مع الأتمز يبقى لنا عدد الإلكترانات الحرة لكل سنتيمتر مكعب ولو لاحظنا أن كل الأعداد اللي في البسط إذن هنا أربعة بوينت تسعين في عشرة أس ثنين وعشرين مقسوماً على عشرة أس ستة وبالتالي يطلع الناتج أربعة بوينت تسعين في عشرة أس ستاش عدد الإلكترانات الحرة لكل سنتيمتر مكعب طيب نشوف السؤال بي يقول ما النسبة؟ طالما أنه يبغى نسبة بين عدد الإلكترانات الحرة في السيليكون غير النقي والسيليكون النقي إذا علمت أن عددها للسيليكون النقي أعطانه واحد بوينت خمسة وأربعين في عشرة أس عشرة لكل إلكتران حر على سنتيمتر مكعب إذن هنا النسبة إذا رح أقسم عدد الإلكترانات الحرة في السيليكون المعالج على عدد الإلكترانات الحرة لكل سنتيمتر السيليكون النقي وبالتالي طلعناها هنا كم؟ أربعة بوينت تسع وتسعين في عشرة أس ثعش إذن أضحها على القيمة اللي أعطى نياها للسيليكون النقي واحد بوينت خمسة وأربعين في عشرة أس عشرة أقسمها طبعا الوحدات كلها تروح مع بعض لأنها نسبة وبالتالي طلع الناتج ثلاثة بوينت أربع وأربعين في عشرة أس ستة نشوف السؤال C يقول هل يعتمد التوصيل على الإلكترانات السيليكون أم على الإلكترانات الزرنيخ؟ عفوا إذن هنا التوصيل أساسي حبارة عن الإلكترانات الزرنيخ لأن هي المادة الشائبة التي أضفتها لأشباه الموصلات حتى تصبح مادة موصلة وبالتالي بسبب وجود أكثر ملايين إلكتران من الزرنيخ مقابل لكل إلكتران موجود أصلا من السيليكون ناخذ هنا مسألة وحدة يقول لك مثلا عندنا سؤال 13 إذا ناخذ سؤال 13 للجرمانيوم 1.13 بعشرة أس 15 ناقل حراري حر في كل سنتيمتر مكعب عند درجة حرارة 400 كالفن إذا عولج الجرمانيوم بواسطة درة الزرنيخ وحدة لكل مليون درة جرمانيوم فما نسبة الناقلات المعالجة إلى الناقلات الحرارية مشكلة هذه المستبائل كلها وحدة تتعلق بالمسألة السابقة إذن هنا نقول عدد الإلكترونات الحرة بالنسبة للزرنيخ على عدد الإلكترونات بالنسبة للجاليوم تساوي نعوض فيها إذن هنا بالنسبة للزرنيخ على الجاليوم مضروبة في الجاليوم تومز لكل سنتيمتر مكعب على عدد الإلكترونات الحرة لكل سنتيمتر مكعب مضروبة في عدد الإلكترونات الحرة لكل تومز للزرنيخ نعوض إذن هنا واحد في عشرة واحد على مقسومة واحد مضروبة في عشرة أس ستة وبالتالي نضربها في قيمة أربعة بوينت أربعة وثلاثين في عشرة أس 22 على واحد بوينت وثلاثة عشرة أس 15 مضروبة طبعا كلها في القيمة الواحد يطلع أنه يبغى نسبة إذن ثلاثة وثمانية وثلاثين بوينت أربعة إذن هذه حل مسألة 13 نكتفي فيها نبغى نعمل مراجعة سريعة لما أخذناه وتناولناه في درس اليوم تناولنا المجسات الحرارية عرفنا وصفها واستخدامها وأيضا تناولنا المقيس الضوء ومبدأ عملها وكذلك استخدامها وبالتالي وصلنا إلى ختام طبعا هنا المقيس الضوء مبدأ عملها التي تعتمد على حساسية شدة أشباه الموصلات للضوء واستخدامها التي تستخدم في إنارة المحال التجارية ومنازل والمكاتب أما مجسات الحرارية فهي تعتمد اعتمادا كبيرا في وصفها على درجة الحرارة واستخدامها تستخدم في الكشف عن أنواع الإشعاع وتعديل الدوائر الكهربائية في عندكم مهمة آدائية اللي هو سؤال 48 من مسائل تقويم الفصل فيه الجدول الدوري تستخدمونه واطلعون من هي المادة اللي تكون من شبه موصل من النوع B وبذلك وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم نستودعكم الله للقابكم في الدرس القادم